موسيقى الاساتيد الباحثين لا من المغرب ولا من خارج المغرب وخلينا نشاركو تحديات مع جميع الشركات المغربية وبالخصوص الشركات اللي كتعمل في هذه الميادين ديال الماء والطاقة والدكاء الاصطناعي والرقمنة بالعموم كتعرفوا الأهمية الكبيرة اللي كيغطيها سيدنا اللي نصروه على تكوين ديال الرأسماء البشري باش يساير هالتحولات و باش يساير هاد الابتكارات اللي اليوم والات مهمة تنعملو في الجامعة باش الشباب ديالنا يكونوا مكونين أحسن تكوين ويكونوا يساعدوا شركات ديالنا باش يتنافسوا تكون عندهم حتى تنافسية اللي يكونوا قادرين باش ينجلبوا استثمارات أخرى ركما اليوم كتعرفوا بأن الاستثمارات في هذا الميدان ديال الاندوستري فتنا ستاربين في المياه اللي تنتمنى ان شاء الله وهذا التكوين ديالرأسماء البشري يجلب لنا هالتاني استثمارات استثمارات أخرى الابتكار اليوم ولا من من الأساس ديالتكوين ولكن ركما تكتعرفوا باش الانسان يكون مبتكر خصو يكون عنده هاد المهارات الداتية والكفاءات أفقية وهذا هو التحول الكبير لمعمول اليوم في هاد المخطط الوطني ديالتحول منظومة التعليم العالي والباحث العلمي كان نعطيه أهمية كبيرة لهذا الفرص وهذا الأنشطة اللي كتخلي الانسان يكون مبتكر في العقل دياله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة